زاوية أجندة للكاتب عبد الحميد عوض من صحيفة السوداني وجاءت هذه المرة بعنوان جدلية الهامش والهامش يستهل عبد الحميد عوض زاويته بالقول قبل أسابع اتهمت بعثة حفظ السلام في دارفور يانوميت حركة جيش تحرق السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بالتورط في عمليات اقتصاب ضد نساء في دارفور خلال عمليات قتال دارت بين فصيلين بالحركة يضيف عبد الحميد فيقول بدلا عن تعامل الحركة بجدية مع تلك الاتهامات والتحقيق الداخلي فيها ومحاسبة المتورطين أصدرت بيارا اتهمت فيه البعثة بالفشل في حماية المدنيين والتقطية على جرائم الحرب وفبركة التقارير الكاذبة وطلب المجتمع الدولي يمضي عبد الحميد في زاويته أما في شرق السودان فتثور مكونات قبلية في ولاية كسلة هذه الأيام ضد تعيين وال للولاية من أبنائها شحما ودما هو صالح عمار فقط هناك فرقات قبلية بين الوالي والمحتجين ويسترد عبد الحميد في زاويته فيقول الحركة الشعبية فصيل الحلو التي ينتمي إليها اثنان من رواد مدرسة المركز والهامش هما بكر آدم إسماعيل ومحمد جلال هاشم تجلس حاليا في عملية تفاوض مع المركز بحثا عن حلول للهامش وللمركز معا وفي ذات الوقت ترفض رفضا باتا فكرة الجلوس مع أبناء الهامش مثل مالك عقار وخميس جلاب وأسامة سعيد لمحاورتهم والاتفاق معهم ويختم عبد الحميد زاويته بالقول تلك نماذج فقط لحالة عدم التوافق والصراع والاقتتال داخل الهامش فهل المشكلة المركزية في مركزية صنع القرار أم عقلية سودانية واحدة بغض النظر عن مكانها الجغرافية وهويتها الإثنية والقبلية فإنها جاهزة لإقصاء الآخر وارتكاب الحماقات حتى ولو تبنت قضايا الهامش ترجمة نانسي قنقر